السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودلوقتي بنجامل مع بعض الفجوة الستوديو وهنتعامل دلوقتي مع الفورم طيب الفورم هنا ليها اسم بنده بيها اللي هو النيم وليها تيكيس تيكيس ده اللي هو بكتب فوق طيب تعالي نشوف النيم النيم دي لما اجي اتعامل معيها اجي استدعيها باسمها فورم 1 فلو غيرتها مثلا وانا عايز اتكلم على اتش فيك مثلا اتش في اي سي ماشي خلاص اسمها اتغير اسمها اللي انا هستدعي بيها اتغير لكن اسمها المكتوب هنا التايت اللي يزهر ده من الناس لسه متغيرش فده عشان اغيره هروح ليه تيكيست وهقول له مثلا اتش في اي سي وان فانلاقي الاسم اتغير هنا فوق الخصاص دي مهمة جدا تمام بتلاقي خصاص كتير كده زي مثلا الـ background تمام ممكن نقول له خد اي لون من دول ولياكم مثلا اللون ده خلاص كده اللون اتغير background image ممكن نخلي في صورة هنا فهقول له import وابدأ ادور على صورة ولياكم مثلا الصورة ديت طيب ممكن بعد كده لو انت عايز تلغيها مجارب بس ان انت تلغي الصورة دي خلها none ترجع تاني زي ما كانت ده بقى الماوس حيث لما تيجي تشغل وتحرك الماوس عليه يبدأ شكله يتغير زي ما انت شايف طيب ممكن نرجعه زي ما كانت تبدأ تشوف بقى السهم العادي وتختاره ده الحاجات الخاصة بالفونت و لو دوست على المنت بلس هتطلع لك كل الحاجات زي مثلا الـ unit size name او تدوسها على ثلاث نقط دول هجيب لك العددات فتقدر تغير الكتابة وتغير size وكل حاجة وخلي بالك ان الخصاص دي او اغير الشاشة بحيث انها تقضي الكلام لو انت حطيت مثلا comment حطيت اي اداة هي الادة دي بتاخد نفس الخط اللي انت مختاره للـ form تمام تمام بتحكم في الفونت بتحكم في كل الكتابات اللي هتبقى موجودة ليه طيب دلوقتي الـ size ده اتغير فاحنا عايزين نغيره فهننزل لحد ما نلاقي تغيير الـ size هنا بيديني بقى امكانية للـ behavior هيتعامل ازاي مثلا enable ممكن تخليها false مثلا ممكن نقول له الـ design هنا دي language الـ local size الـ local size هنا auto scale mode هو عام اغترة بالـ font انت ممكن تغير لها auto scroll اللي ههو هي كبيرة ممكن تخليها true بحيث ان تظهر لك scroll زي كده auto size هو يزبط الحجم على طول الـ location بتاعه هنا الـ control box الـ control box اللي هو فوق دوت. ممكن تقول له فولس. انا مش عايزه. ماشي? كل الادوات اختفت. طب انا عايز اتسهر. الهلب بوتوم مش موجود عندي زرار الهلب. هدوس كده بحس يزهر لي زرار دي الهلب. طيب عندي هنا الايكون. طيب عايزين نغير الايكون. نروح دايسين هنا ونروح على الايكون مثلا زي كده. لازم بتدادها يكون اي سي او. بس في لقطة. الايكون مساحتها بتتضاف لمساحت البرنامج. تمام? فخلي بالك وانت بتختار ايكون. ده هنا اتغير. بس شكل الملف في نفسه لسه ما تغيرش. طيب يتغيره ازاي? تمام? طيب تعال نشوف الاول. هقول له هنا اوبن فولدر ان تفايل اكسيب لولار. ففتحها ليهيت. فهخش هنا في البي اي ان دي باج. هتلاقي الملف هوت. تمام? لسه اي اكسي. تمام? اوخد نفس اللون هوت. وشكل اللي بتعمل بتغيرشي لان لازم عمل الستارت الاول. طيب لو انت بايز تغير الايكون بتاعت البرنامج. فهاجي هنا. هدخل في البربرتس بتاعته. ولا ايكون. فاقول له براويس. ده الشكل الافتراضي. واقول له من البكتشر هتلي السراضيات. تعم? طيب. بعد كده اخش على الفورم واقول له ستارت. فظهر معك بالشكل دوت. خلاص تعال بقى نشوف هو موجود فين. اقول له open folder in file accessible dollar. من. دي باج. خد شكل الايكون هي اتغيرت. تعم? بس خلي بالك لما بتحط الصورة الحجم بتاعه بيدرب. يعني هو تلاقي الحجم بتاعه كان اتنين كيلو بايت تلاتة كيلو بايت لان ما لسه ما كتبناش في اي شفرة معنوش في اي حاج خلاص. فالصورة بتكبر الحجم الملف. طيب لو رجعنا كده هنلاقي عندنا ان احنا في عندي زرار للمنميز بوكس. معمول بترو. ممكن نخليه فولس. فيخلي الزرار ده باش موجود. هنا برضو الماكسيمم سايز باش موجود. اللي بيهو ظهر معنا. وممكن تقول له شو ايكون فتخلي الايكون تظهر او تختفي. وعند خاصية اسمها بس تي اللي هي شفية. ممكن مسلا نخليها تلاتة وتلاتين. اي رقم هي من من مية تبقى زهرة. تلاتة وتلاتين هتلاقيها بقتشففة. بالشكل دوت. تمام طيب. فممكن نخليها مسلا تسعين في المية. ولو جينا عالصايز هتلاقي رقم كبير قوي. الف ستسعمية واربعين اللي مية مع عشرة. فهقول له لا خليها مسلا تسعمية. وخلي دي مسلا تلاتة مية. تمام. وانتر بقيت بالحجم ده. اقدر اتحكم فيها ده. وفتكروا السكرون اللي احنا عملناه دوت. تمام. فأيا دي كلها خصائص موجودة بتسهل علي. طيب. الستارت بوزيشن. انت ممكن تخليه فين? ممكن تخليه مسلا في السنترل. يعني يجي في نص الشاشة بالزبط. في نص بالزبط. خلي بالك في شافية تسعين في المية. تمام? في نسبة مشافية موجودة. طيب. لو انا عايز اكتب كود جوه البرنامج دوت. خلينا ندوس عليه مراتين. ففتح لي بي بيقول لي فورمل وتفورم يعني دي حاجة خاصة بالفورموان لما يحصل له تحميل. تمام? طيب. ممكن تغير ديت وتخليها بدل ما هي لود. تخليها مثلا اي حاجة من الحاجات اللي موجودة. طيب. خلينا لما يجي يحمل. اول ما يحمل قبل ما يزر الشاشة. تزهر لي بمسج بوكس دوت. شو? هنقول له مثلا. هنقول له قانون 614 من قانون البرمجة. لو انت كتبتها بدأت برمجة من غير ما تكتب كلمة هلوورلد بتقليق على طول يعني. هي فاهم حاكمها. اول حاجة تظهر لي هلوورلد لازم دوس او كي عشان تبدأ تظهر لي الشاشة ديت.